السلام عليكم ورجعكم فيديو جديد ومرة لدينا هذا اللبتوب الهجبي الموديل خلي نشوف الكمياء 15 شارحة R208NT هذا موديل الجهاز مشكلة هذا الجهاز إخوان إنه لو جينا وربطنا على الشحن وربطنا بالشاحن سنشوف إنه ضوء الشحن شغال أدنى ولو جينا حاولنا نشغل الجهاز سوف نرى نضغية التشغيل تشتغل ومثل ما شوفون الشاشة تشتغل بها الإنارة على الشاشة نشغال الإنارة ولكن ما كو بيانات ولو جينا طفنا الجهاز بهذا الشكل وربطنا تستر الـ USB بهذا الشكل مشغلنا مرة أخرى تستر الـ USB يقول إنه الجهاز اشتغل وعرض صورة ولكن ما على السبب مثل ما شوفون فقط الإنارة مشتغلة على الشاشة بما إنه التستر قال إنه الجهاز اشتغل فعلى الأكثر البورد يعني كل البيانات اللي أو كل البيانات اللي عليه وكل الأمور مالت تمام ولكن ممكن يكون عندنا مشكلة بالـ LVDS أو كابل الربط بين الشاشة والبورد أو ممكن تكون الشاشة نفسها عاطلة صراحة حاولت أربط الجهاز على شاشة خارجية وأيضا ما حصلت صورة ولكن هذا مو دليل على إنه الجهاز ما قاعد يعرض صورة لأنه كثير من الأجهزة تعرفون ما ينطي صورة على شاشة خارجية إلا في حالة إنه يكون في بيئة الويندوز يعني كثير من الموديلات ما الأجهزة ما ينطي صورة في بيئة البايوز على الشاشة الخارجية ولهذا شكلنا رح يكون بالشاشة أو بـ فلاتسة الشاشة ولهذا رح نبدأ من الجزء العلوي نفكق الجزء العلوي ونقوم باستبدال الشاشة كخطوة أولية في حال العاطة الخريئة والشي نرفع البطارية حاليا رفعنا البطارية نجي نفتح الإطار مع الشاشة بهذا الشكل طيب رفعنا إطار الشاشة أخوان نجي نفكق الشاشة عندنا كسرة هنا بالفلاتة بالأذران بالمفصلة مفصلة اليسار مع الجهاز لكن هذا مو شغلنا والله البطارية لا يريد أن تبين محلها دعونا ننتزعها ونرجعها مرة أخرى كخطوة أولية اليوم مرة تصير لدينا أكسدة بالفلاتة دعونا نجرب مرة أخرى نربط التستر أيضا ونشغل بسم الله نفس الإشكاري أخوان هؤلاء والله أرضت الصورة مثل ما يشوفون هالمرة قد يكون فيديو تارفة بالنسبة لبعض الأخوة ولكن حالة تستاهل النشر صراحة لأنه كثير من الأخوة لما يشوف هاي الحالة ممكن يروح يتعامل مع الجهاز كمشكلة بايوز أو مشكلة أخرى يفتضن أنه الجهاز بمشكلة شبيرة لأنه خاصة بعد ما يربط على شاشة خارجها وما يحس الصورة فتروح أفكارها إلى مناطق بعيدة والعطل مثل ما يشوفون عطل سخيف وبسيط كان فقط عبارة عن أكسيد على فلاتة الشاشة طبعا ما رح نترك الجهاز بهذا الشكل رح نقوم بتنظيف الفلاتة وتنظيف سوكت الشاشة بشكل جيد بمادة مذيبة مثل الكحول أو الثنر ونقوم بتثبيتها محلها وبعدها نقوم إن شاء الله بتجميع الجهاز وتسليمها للزبون بعد تجميع الجهاز رجعت نفس المشكلة بالضبط جاينا نطفين الجهاز وجاينا ربطنا تستر USB وشغلنا ونشوف إنه الجهاز يشتغل والتستر يقول إنه الجهاز عرض صورة لكن الصورة خطفت عدنا أيضا طبعا هنا شكي رح نحصر بشغلتين إما البطارية بيه شورت أو بيه شكالية جاي تخلي الجهاز يوقف عد مرحلة معينة ياما الشاشة تالفة وأثناء الانتزاعها وفحصها خارج الإطار اشتغلت ومن جاي يصير عليها ضغط ممكن جاي يستفصل فهي واحد من ذول الأمور أو ممكن الفلات يكون بها قطع فمن جاي يضغط عليها الإطار ما للشاشة بهذا الشكل جاي يصير بهذا الفصل اللي يشوفوه أمامكم فواحد من ذول الأسباب لازم نعرفه نعرفه أسهل شيء حاليا بيدنا هو رفع البطارية وتجربة الجهاز بدون بطارية نطف الجهاز نتزاع التستر نتزاع الشاحن نشغل الجهاز بسم الله نتزاع التستر نتزاع التستر الجهاز تستر يقول الجهاز يشتغل وفعلا نعرف الصورة مشكلتنا اخوان بالبطارية هاي من المشاكل النادرة جدا جدا اللي تواجهني باللابتوباتس طبعا يعني بدون مبالغة بالألف حالة اللي مشابه لها الحالة بالألف حالة ممكن تطلع حالة واحدة سببها البطارية مثل ما شوفون البطارية هاي اللي اثرة على الجهاز وقاعدة تخلي ما يشتغل فمضطرين اما نلغي البطارية والزبون يستخدم الجهاز بدون بطارية او مضطرين الى استبدال البطارية ببطارية اخرى طبعا القرار الاخير راح يعود بالزبون والهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو اجابكم اذا عجبكم فيديو تنسونا من العجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد اضفيت يا شكرا هذه الم seid Negative شكرا قابل